أعلن محافظ أسوان أشرف عطية عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية والتبعى لمدينة أبو سنبل السياحية وعشر حافلات وسيارات نقل بعد تطويرها ورفع كفاءتها ضمن أسطول العبارات النقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر كسطل البري واتقل العبارة والحافلات القادمين من دولة السودان على مدار 24 ساعة ليلا ونهارا بالإضافة إلى عبارات القوات المسلحة بعد دعم المحافظة أرصفت ومداخل ميناء الشمس بمنظومة إنارة متكاملة مؤكدا أنه تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية تم تنفيذ حزمة من الإجراءات المحكمة للتعامل مع الوافدين من دولة السودان بإشراف المحافظ على غرفة عمليات محافظة